على قدم وساق تجري عملية توزيع المساعدات المغربية إلى ساكنة قطاع غزة المحاصرة منذ وصول الإمدادات بتعليمات ملكية سامية تولى الهلال الأحمر الفلسطيني عملية إدخالها عن طريق شاحنات عبر بعبر كرم أبو سالم ثم توزيعها على نطاق واسع في غزة فيما وجهت حصص غذائية من المساعدات إلى القدس مبادرة إنسانية من شأنها تخفيف حدة معاناة الفلسطينيين استقبلها المستفيدون بكثير من الامتنانة أملا في سد احتياجاتهم العاجلة بالتزامن مع أيام شهر رمضان الفضيلة نحن بنشكر دولة المغرب العربي الشقيق على القدمة أنه من طرد غدائي عاجل في أول شهر رمضان المبارك وبنشكر شعب المغرب العظيم على الطرود الغدائية التي قدمتها لدولة فلسطين لدينا في قطاع غزة كل شكر لدولة المغرب لما قدموا من ساعدات وخير حسن طبعاً نحن من جميلة إلى الأحمر الفلسطيني ندرك كل الحب والاحترام أزيد من أربعين طن المساعدات ما زال تجد طريقها إلى الأهالي الفلسطينيين وتشمل دعماً تقدمه مؤسسة محمد الخامس لتضامن تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس إضافة إلى جزء كبير من المساعدة المقدمة بشكل مباشر من مال جلالته الخاص لا سيما تلك الموجهة لفئة الرضع والأطفال عملية تضامنية نوعية إذ مكنت من إدخال المساعدات وإصالها بشكل منظم إلى الأهالي النازحين وأيضاً لفائدة القطاع الصحي ومراكز الإيواء فمنذ نحو خمسة أشهر على اندلاع العمليات المسلحة يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية براً عبر هذا المسلك الاستثنائية في ظل إغلاق معظم المعابر البرية واللجوء عدد مهم من الدول المانحة إلى إصار المساعدات إما عبر الممرات البحرية أو من خلال إسقاطها جواً باستخدام طائرات عسكرية في خضم الجهود الدولية الحثيثة لإنقاذ غزة من مجاعة وصفتها الأمم المتحدة في وقت سابق بشبه الحتمية ترجمة نانسي قنقر